اشتركوا في القناة نادي ضباط الأمن العام هذا وأجريت يوم أمس مراسم قرعة البطولة فيما دشنا التصميم الجديد لشعار البطولة أشهد المشرف العام للبطولة خلال مؤتمر صحفي وقيم بناسبة انطلاق البطولة بتوجيهات الفريق أول مع علي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية بتنظيم واستضافة مملكة البحرين لجولات البطولة للعام الثالث على التوالي مؤكدا إجراء كافة الترتيبات والتجهيزات من أجل إنجاح البطولة التي تسهم في تعزيز المكالة الرياضية البحرينية على الصعيد الدولي كونها وجهة جاذبة لاستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية العالمية مشيرا إلى حرص وزارة الداخلية على توفير كافة التسليلات والإمكانات لاستضافة وتنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي وذلك بتهيئة المنشآت والملاعب والمرافق التي تستوفي كافة الاشتراطات اللازمة معربا عن شكره وتقديره للرعاء الداعمين للبطولة شكر موصول إلى سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية الموقر حفظ الله ورعاه على دعمه اللامحدود لهذه البطولة والحمد لله اليوم تونت دشنا الشعار شعار جديد للبطولة وأتمنى أنه ينال عجاب للجميع وأيضا بفضل الله انتهينا من القرعة وواضح أنه بتكون منافسة غوية أنا جدا متحمس وطبعا أدعي جميع محبين هذه الرياضة إلى نادي ضباطنا من العام وودينا يتمتعون بالبطولة ووالله يوفق إن شاء الله أتمنى التوفيق لجميع اللاعبين طبعا في النهاية الفائز واحد ولكن الفوز ليس باللقب فقط إنما الفوز نجاح البطولة وهذه ما نتمناه هي كانت في البداية بطولة محلية ومن ثم ارتقين يبنى عناصر من الخليج ومن ثم من العرب والأجانب لما نضمنا بطولة الـ ITF مع الاتحاد الدولي وكان طموحنا أن نحن نرتقي أكثر بحيث أن نحن نوصل إلى اللاعبين المحترفين يكونوا متواجدين عندنا في مملكتنا الغالية وللله لحم توصلنا مع رابطة اتحاد المحترفين ATV وقعدنا معهم ونضمنا أول بطولة وهي في سنة 2021 وهي الثمانين ولاقت نجاح حقيقة لاقت نجاح كبير من خلال اللاعبين من خلال اتحاد رابطة المحترفين ATV وأيضا الجمهور لذلك بدل ما نرتقي إلى أمي ارتقينا إلى أمي 25 وهذه كانت نظرة اتحاد الـ ITF على اساس أن نحن ننظم مثل هذه البطولة بلاحظم Butcher لحظم laat وحظم لدو situ في السنة وأنتم في السنة بأن الأحظم عليك لاقتنم في سنة ما في السنة سيدات إضاء بعد